أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة أعزائي إذن باش نتركوا المواضيع عديدة في هذا الفيديو وأخبار جديدة اشتركوا لها اتباعا ولكن قبل كل هذا أن نشوف العنوين متاع الأخبار متاعنا اليوم إذن محامون قالوا مؤشرات خطيرة للتلاعب بالإجراءات في قضية التآمر وباش نشوف الموضوع الثاني وهو سعيد قال لا يمكن أن نقبل بترشيح أو ترشح المجموعات التي ترتمي في أحضان الخارج للانتخابات الرئاسية وكذلك الموضوع الثالث بتشوفوا اشنو قال نبيل حجي إذن نبيل حجي قال نسمع ترشحات للانتخابات الرئاسية لا نعلم موعدها إذن وانا مر للخبر الموالي وزاد هذا باش نترقول بأكثر تفاصيل جبهة الخلاصة قالت لن نهرول نحو الانتخابات لكننا متمسكون بموعدها إذن باش نشوفوا المواضيع دي الكل ولكن نبدأ بالخبر الأول قالت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في قضية التآمر اليوم إنه هناك مؤشرات خطيرة تنظر بالتلاعب بالإجراءات وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم بعد صدور قرار دائرة الاتهام بمحكمة الإسعناف بتونس برفض مطالب الإفراج حرصة هيئة الهيئة على تقديم مطلب التعقيب في أول دقيقة من الأجالة القانونية تمتد لأربعة أيام لكن المحكمة أقفلت أبوابها في التوقيت الرمضانية دون أن يتسنى ذلك وقد أعاينت الهيئة ذلك إلى حدود الساعة الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة إذن وأضف البيان وقد تم تقديم مطلب التعقيب صباحة اليوم بمجرد فتح المحكمة أبوابها وتم أعلام قضية تحقيق 36 كتابيا بتعقيب قرار دائرة الاتهام ومطالبتها بالامتناع على القيام بأي تأجراء في الملف باعتباره خارج على أنظاره بموجب التعقيب وتابع المحامونة كما تم في الوقت نفسه أعلام وكيل العام لدى محكمة الإسعناف بتونس كتابيا بتعقيب قرار دائرة الاتهام ومطالبته بتوجيه الملف إلى المحكمة التعقيبة تنفيذا للأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية إذن كما دعت الوكيل العام لدى محكمة الإسعناف إلى المصارع في تنفيذ تعهد باسترجاع الملف الذي تم توجيهه بشكل غير قانوني إلى مكتب التحقيق 36 وتوجيهه تبقى قانون إلى محكمة التعقيب المتعاهدة به بموجب الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام اعتبرت هيئة الدفاع أنه أي عمل يقوم به قاضي التحقيق بمكتب 36 عملا باطلا بطلانا مطلقا مؤكدا استعدادها للقيام بالإجراءات القانونية ضد كل من يتورط في خروق الإجراءات وفي أي عمل قد يبلغ حد التدليس نمر للخبر الموالي إذن الرئيس قيسي سعيد قال لا يمكن أن نقبل بترشح المجموعات التي ترتمي في أحضان الخارج للانتخابات الرئاسية أشرف رئيس الجمهورية على موكب أحياء الذكرى لوفاة الزعيم لحبيب بورقيبة وفي كلمة ألقاه بالمناسبة قال رئيس الدولة أنه لا يمكن القبول بترشح المجموعات التي ترتمي في أحضان الخارج للانتخابات وأضاف هل سمعتم يوما برئيس دولة غربية مرشح لتونس المرشح يجب أن يكون مركة من قبل التونسيين ومنتخبا منهم وليس من أي تجهة أخرى نحن نخوذ حرب وجود وبقاء أو فناء من أجل الوطن نحن نعتز بسياداتنا ولا يمكن أن نبيعها بكنوز العالم إذن بش نمر للموضوع الموالي والخبر الموالي نبيل حجي قال نسمع ترشحات للانتخابات الرئاسية لا نعلم موعدها إذن هل لا يستطيع أي منافس لرئيس قيس سعيد في الانتخابات أن يصف عهدته بالفشل؟ أمين عام الطيار الديمقراطي يتحدث إذن وصف الأمين العام للطيار الديمقراطي نبيل حجي في حديثه اليوم عدم تحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية المفترضة قبل أشهر قليلة من تنظيمها بالعبث معتبرا أنه من الغريب أن تركض كل الأطراف وتتحدث على الانتخابات لا تعلم تاريخها وفقا لتعبيرها وقال حجي من الناحية النظرية الرئيس قيس سعيد تنتهي عهدتها الرئاسية حسب دستور 2014 وكذلك دستور 2022 في أكتوبر 2022 لكن عمليا ليس هناك إشارة من قريب أو من بعيدة وليس هناك تاريخ للانتخابات ولا قواعد لعبة بل أن هيئة الانتخابات لن تصدر بعد حتى رزنامة الانتخابات كما أن الرئيس لم يدعى بعد إلى الانتخابات وتابع لم يتحدث هذا الطرف أو ذاك عن موعد محدد لكن الغريب أن الجميع يركض ويتحدث عنها سواء من وسائل الأعلام أو من السياسيين ونسمع ترشحات من هنا وهناك للانتخابات لا يعلمون تاريخها واعتبر الأمين العام للطيار الديمقراطي أنه من المنطقي أن يعبر أي سياسية عن نيتها للترشح وليس عن ترشحها وحسب مقاله حجي فإن من غير السليم أنه في سنة يفترض أنها انتخابية لأحد يعلم بالموعيد الانتخابية مضيفا هذا عبث ما بعده عبث إذن في 2019 قال كنا نعلم موعد الانتخابة الرئاسية قبل أكثر من ثمانية أشهر من موعدها اليوم يفصلنا أقل من ذلك بكثير ولا نعلم موعدها مرشحون مفترضون مرحقون وفي سياق المتصل تطرق الأمين العام للطيار الديمقراطي إلى التتبعات القضائية التي يتعرض لها عدد من المترشحين المفترضين للرئاسة قائلا لا أعتقد صدقا أن قيس سعيد قد يقوم بالانتخابات لا يضمن الفوز بها مسبقا إما بأعداد المناخ الذي يسمح له بذلك عبر القانون الانتخابية أو كما نشهد عبر التضييق على المعارضين أو أن يقرر عدم تنظيمها وكما ما يمكن أن نشاهده بأم العين دون أن ندخل في النوايا أن كل من أعلن عن نيتها الترشح أما هو مجرون وقيد الاحتفاظ أو قيد المحاكمة على غيرار لطفي المرايحي وعبير موسي ومنظر أزنيدية مشددا على أن أي عاقل يتأمل لهذا المشهد يرى أنه غير سليم في أدنى المستويات ومصطنعة إذن وأشار نبيل حجي إلى فرضية تأجيل الانتخابات لأي سبب من الرئيس اسعيد فمن ألغاء الدستور وحل البرلمان لن تكيده الأعذار لإرجاء الانتخابات وبخصوص المناخ السياسي الراهنة وحالة التضييق على الحريات التي تلقي بذلالها على الاستحقاق الرئاسي تحدث نبيل حجي عن أبرز ملامحها التي تتخلص في هيئة الانتخابات من رئيس الجمهورية وقضاء مركع وأعلام يواجه الترهيب وأعلام عمومي مغلق في وجه المعاردين مضيفة أي كلمة نقد شديدة بحق رئيس الجمهورية قد يجد صاحبها نفسه ملاحقا بمقدة المرسومة 54 نمر للخبر الموالي جبهة الخلاص قالوا لن نهرول نحو الانتخابات لكننا متمسكون بموعدها إذن لا انتخابات حرة في فضاء غير مستقل جبهة الخلاص تدعو إلى تنقية المناخ السياسي إجددت اليوم جبهة الخلاص الوطني تمسكها بالنظال والتحركات الميدانية من أجل إطلاق صراح المساجين السياسيين ولطالما تواصل انتهاكات للحريات والحقوق والزجب الأبرياء في السجون وفقا لتعبيرها مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتنقية المناخات السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة وشددت الجبهة خلال الوقفة الدورية التضامنية بشارع الحبيب بورقيبة التي نظمتها على أنه لا يمكن تنظيم انتخابات ورموز المعارضة الوطنية في السجون وفي ذل التضييق المستمر على العمل الحزبية واعتبرت قيادات جبهة الخلاص في السياق ذاتها أن تنظيم الانتخابات حرة أمر غير ممكن في ذل فضاء أو قضاء غير مستقلة وأضافوا لن نهرول نحو الانتخابات لكننا متمسكون بموعدها وأكد القياد بجبهة الخلاص والمتحدث باسم حركة النهضة عمد الخميرية في تصريح له اليوم على هامش الوقفة على استمرار الأصوات الحرة في التحرك وتمسك بالنظال السلمي المدني من أجل إطلاق كل المساجين والقادة السياسيين إذن وأضاف الخميري نقول لإخواننا ورفاقنا وأصدقائنا الذين يقبعون في السجون منظومة 25 جويلة خلال شهر رمضان منذ العام الماضي أن هناك أحرار في تونس ما يزالون متماسكين بحقهم في الحرية وحق التونسيين في الحقوق والحريات والتي ناضل من أجلها شعبنا إذن كانت أخبارنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة والاهتمام أصدقائي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكذلك لا تنسوا لايك للفيديو لدعمنا شكرا على المتابعة والاهتمام دمتم في رعاية الله وحفظة إلى اللقاء